موسيقى في ديسمبر عام 1948 شهد العالم ما وصف بحدث تاريخي إذا اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ثلاثون مادة تمحورت حول سبل ضمان كرامة الإنسان وأمنه وحريته معكم في سلسلة حلقات من حقي نرصد واقع هذه الحقوق بعد نحو سبعين عاما من إقرارها وكيف أن الملايين بل عشرات وربما مئات الملايين لا يعرفون منها إلا حق التنفس في حلقتنا لليوم نسلط الضوء على الحق في العيش في بيئة نظيفة وهو الحق الذي لم يتحدث عنه العالم إلا بعد مؤتمر ستوك هوم عام 1972 ورغم أن أكثر من خمسة مليارات شخص يتنفسون الهواء الملوث فإن الدول الصناعية الكبرى وهي المسؤول الأول عن تلوث البيئة تصدت لاقتراح في الأمم المتحدة يعترف بالبيئة الآمنة حقا من حقوق الإنسان أهلا بكم ربع وفيات العالم سنويا بسبب تلوث الهواء والدول الكبرى ترفض الاعتراف بحق الشعوب في بيئة نظيفة البيئة هي كل شيء يحيط بالإنسان سواء كانت طبيعة أو ما يصنعه البشر وتلوثها لم يعد مشكلة دولية أو مشكلة منطقة بعينها بل بات أزمة عالمية تهدد حياة البشر بل وتقتلهم بالفعل فالحصائيات تظهر أن ربع وفيات العالم سنويا ناجمة عن تلوث البيئة وأمام هذه الصورة القاتمة فوجأت الدول النامية برفض الولايات المتحدة وبريطانيا مشروع قرار أممي يؤكد حق الشعوب في البيئة النظيفة رفض كشف حقيقة مؤلمة وهي أن الدول الكبرى وهي المسؤول الأول عن تلوث البيئة بسبب السياسات الصناعية هي من ترفض أي تحرك دولي جاد لتحسين أوضاع البيئة لأن هذا يعني ببساطة أن تفقد هذه الشركات التابعة للدول الكثير والكثير من أرباحها لم يلقى الاعتراف بحق الشعوب في بيئة نظيفة خالية من التلوث اهتماما دوليا إلا خلال ستينيات والسبعينيات من القرن الماضي مؤتمر ستوك هوم عام 1972 كان أول مؤتمر للأمم المتحدة تضمن كلمة بيئة ونتج عنه إنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة في عام 1983 أكد الميثاق العالمي للطبيعة ضرورة حماية البيئة للحفاظ على بقاء الأجيال المقبلة في العام 1990 الأمم المتحدة تصدر قرارا يؤكد حق الأفراد في بيئة مناسبة لصحتهم ورفاهيتهم أما في العام 1992 فعقد مؤتمر بريد جانيرو بهدف بلورة سياسات لإيقاف آثار التدهور البيئي وفي العام 2012 مجلس حقوق الإنسان والتابع للأمم المتحدة يقرر تعيين خبير مستقل معني بحقوق الإنسان والبيئة يوجد أكثر من 500 معاهدة متعلقة بالبيئة ولكن لم تترجم على أرض الواقع حتى الآن دعونا نفتح هذا النقاش لهذه الحلقة نرحب بضيفينا من بيروت رئيس حزب البيئة العالمية الدكتور دومت كامل كما نرحب أيضا من تورنتو الكندية بمدير المركز الدولي للدراسات التنموية والاستراتيجية السيد مصطفى يوسف دكتور دومت أبدأ معك من بيروت بداية من ستوك هولم ومرورا بريد جانيرو والعديد والكثير من المؤتمرات التي تخص البيئة الكل يتحدث عن التلوث البيئي ما هو التلوث البيئي وما هو حجم هذا الخطر يا دكتور أولا أنا من الأشخاص التي بلشت بالعمل البيئي الجديد باعتبارها من 1976 وكل أعمالي وكل وقت مخصص للبيئة فقط أعمال بيئية على مستوى محلي وإقليمي ودولي وخاصة أنه بعد بتوسعنا بالعمل البيئي العالمي ووكبنا كل التطورات البيئية العالمية الخطيرة والنتائج الكوارث البيئية العالمية وعند الدراسات الدقيقة جداً والعلمية بامتياز اليوم نحن عايشين على كوكب كوكب طائر ما قلو حدود خارجية يقلو بس فقط قلو غلاف جوي هالغلاف الجوي عايش عايش الإنسان ضمنه على سطح الكوكب فيه اتنين حيات فيه الحيات الهوائية يلي كل الكائنات الحية بتعيش فيها وفيه عنا الحيات المائية يلي كل الكائنات المائية بتعيش بقلبها نحن اليوم نحن اليوم تخطينا أشوات كتير كبيرة بتدمير الحياة بكل أشكال على سطح الكوكب دمرنا الغباط دمرنا المياه العزبة دمرنا المحيطات دمرنا الأنهار دمرنا المياه الجوفية استغلينا عم ناكل الإنسان عم بيستهلك بشكل مخيف الموارد المتجددة والغير متجددة الإنسان لوّس الهواء وصلنا بتلوّس هوائي بإذا أخدنا عدد ملوّسات هوائية إذا أخدنا السيء وطو بالجو كحد أقصى مسموح فيه ليكون لدينا حياة سليمة على سطح الكوكب هو 250 جزء بالمليون تكون نسبة السيء وطو نحن اليوم وصلنا بالـ 420 جزء بالمليون من خلال تعرفنا على أداء هالتفاصيل من خلال أكتر من 3000 محطة رصد عالمية عم ترصد التلوّس الهوائي على مدار الساعة الإيادات العالمية صارت تعرف نسبة التلوّس المخيف على سطح الكوكب ولكن بسبب وجود 8 مليار إنسان وعلى زيادة فيه بكل تأكيد رح نشوف تلوّس أخطر وكتير كبير طيب دكتور دومت في هذه النقطة لو تسمح لي لأنه معنا استراتيجية عالمية هل ترمي باللوم في هذا التلوّس الكبير كما وصفته بالإنسان أم على الدول في كلمة لو سمحت بكل تأكيد كل إنسان على سطح الكوكب مسؤول أنا اليوم بدي أعطي أرقام الصين مسؤولة عن 28% من التلوّس طيب لو تسمح لي دعني أنتقل بهذه النقطة إلى السيد مصطفى يوسف سيد مصطفى يعني دكتور دومت رمى باللوم على الإنسان وأيضاً باللوم على الدول سأتحدث معك عن مشكلة الدول ألا تقدر هذه الدول حجم هذا الخطر الكبير الذي تحدث ربما عنه الآن دكتور دومت أم أن هناك أولويات أخرى لهذه الدول يعني من المسؤولين عن سياسات هذه الدول لا يعنيهم كثيراً البيئة أو المضى الطويل ما يعنيهم إعادة انتخابهم مصالحهم ومصالح الشركات الكبرى الأخوات السبعة أكبر سبع شركات لإنتاج المفتد أخوري في العالم من كبار المتبرعين للسياسيين وهم أكبر ملوث للبيئة رجال الصناع السياسيين لديهم أجندتهم الخاصة ولديهم للأسف يعني مصالح يشبه الكثير من الفساد حينما تكون الحكومات أكثر شفافية وأكثر انحيازاً للإنسان وللفقراء وللطبقة الوسطى تفرض معايير للسلامة وللمحافظة على البيئة ولإعلاء قيمة نقاء هذا الكوكم أما ما نراه الآن من حكومات فاسدة تتحالف مع شركات لا يعنيها كثيراً المعايير البيئية أو الأجيال القادمة الأجيال القادمة يهتم بها في الدول الديمقراطية والدول التي بها شفافية كافية الأمر الآخر أن حينما زادت الضغوط الكثيرة التي يقوم بها المدافعين عن البيئة وأحزاب الخضر والأحزاب التي تميل للديمقراطية الاجتماعية بدأوا يحولون هذا الأمر لدول العالم الثالث التي يحكمها في الأغلب والأعام الفاسدين من الديسيين طيب دعني أعود مرة أخرى لدكتور دومت دكتور دومت تحدث السيد مصطفى عن حجم الفاسد في هذه الدول وما ينتج عنه من تلوث بيئي رميت باللوم أيضا على الإنسان هل هناك أرقام محددة؟ هل هناك دول محددة تنتج تلوث بيئي أكثر من الأخرى؟ اللي بدي أقوله اللي بدي أقوله ما بنقده هيدا الوضع نروح نروح على اتهام سياسي مرفوض رفض كله اليوم الكون كله بحاجة لطاقة الطاقة الوحيد اليوم المستعملة هي طاقة الوقود الأحفوري يعني اليوم وقت الوحيد بتدور سيارته هو عم بيستهلك وقوده حفوري وقت الوحيد بتدور مصنعه مستهلك وقوده حفوري وقت الوحيد بده يتدفع عم بيستهلك وقوده حفوري ولكن هناك بداء دكتور دومت مش أبدا مش رأي سياسي ولا السياسيين ما قالهم دكتور نعم ولكن اليوم اليوم رح شدد على نقطة كتير مهمة لأنه وقت اللي منتهم دول ومنتهم ومنتهم نكون نحنا عم نضيع وما عم نعرف الحقيقة اليوم في الدول عديدة بالعالم ايادات عالمية ما حدا بيقدر يشتريها بمليارات الدولارات وما ممكن إلا ما تكون إلا ما تكون هي دول محافظة عليها وهيدي دول العالم ككل منا عم نحكي بالدولة صغيرة بيشترون ولكن اليوم دول العالم كلها ما بتنشرع وما بتنبيع ولكن هي عم تعمل مصلحة شعوبة ومصلحة شعوبة بتقتضي باستهلاك الطاقة الاحفورية لإنتاج الطاقة دول العالم ككل ورايحين لأخطر نحن وقت الكننا سنة العام 1950 مرنا عم نستهلك 20 بقال من عام 15 مليون برميل بيترول يوميا ما كان عنا مشكلة وقت الكننا بسنة الالفين وصلنا لحدود 80 مليون برميل ما كان عنا مشكلة اللي احنا اليوم عم نستهلك أكتر من 100 مليون برميل بيترول يوميا طبعين المشكلة يا دكتور يعني اليوم نحن يتقول أن 5 مليار نسمة أي 70% من سكان العالم يستنشقونها وملوثا وأنت تتحدث على أنه ربما لا يوجد بديل لهذا التلوث لا فيه بديل هوني بدي أقول نحن اليوم صار مجبورين إجباري كل دول العالم الحديثة أنا بدي أقول أنه مفروض يبلشوا يفتشوا على الطاقة البديلة الطاقة الشمسية طاقة الهوائية طاقة المائية يعني هوني اليوم نحن وقت أنا بدي أقول لك أنه في دول عديدة بالدول كتير عديدة ترفض لحد اليوم ما عندها الخبرة وما عندها استراتيجيات تقدر توجه ولكن اليوم إذا فيه استراتيجية عالمية موحدة لحماية البيئة من هون منطلق وإلزامية تكون ومرئبة أنا بدي أقوله كل المؤتمرات كل المؤتمرات طلعت بتوصيات كتير مهمة وبتوصيات على مستوى سيد مصطفى يعني سيد مصطفى يوسف دكتور دومت قال بأنه من المفترض أن تكون هناك إلزام لدول معينة أو تلك الدول بأن تستخدم الطاقات بديلة من هي الدول أو من هي الجهة التي من المفترض أن تلزم هذه الدول أو تضع استراتيجيات لألحد من هذا التلوث يعني هي الأمم المتحدة هي الجهة المنوطة وظاهرة الاحتباس الحراري يعني دعني بس أعرج في ثوانا قليلة يعني الأمر قرار سياسي بامتياز لأن هناك فساد حقيقي من السياسيين هذه مسألة يعني لن نعرف المعرف يعني الآن حينما أتى الرئيس جو بايدن عاد لاتفاقية باريس للمناخ اتفاقية باريس للمناخ يعني يعني هناك استثمارات كبيرة جدا لدولة المتحدة تقوم بها الآن بدغوط من الديمقراطين التقدميين يضغطون للمحافظة على البيئة هناك يعني مدن كاملة مهددة يعني يغمرها المياه أحياء محرية تموت كوارث بيئية غير ولكن سيد مصطفى يعني دعنا نقول إن صح التعبير لماذا هذا النفاق يعني الولايات المتحدة بريطانيا هما أكثر الدول التي تعترض على تلك القرارات ومن جهة أخرى يتحدثون بلغة مختلفة لماذا هذه الإزدواجية في المعايير الولايات المتحدة يعني بعد انتخاب الرئيس جو بايدن تم يعني العوضة للتفاقية بريسة المناخ وتم تعيين جون كاري يعني لأن يعني الولايات المتحدة بدأت تدرك عن طريق الديمقراطيين أن هناك مشكلة بيئية أكبر دولة ملوثة للعالم هي الصين الدول المنتجة للنف لا تعمل ودول العالم الثالث أمريكا سهمت في تلوث الكاوكب بشكل كبير ولكنها استفادت من موقعها الجغراطي ويعني ونظم التعليم بأن يقللون التلوث هنا لكن يعني الشركات الكبرى الشركات العابرة للقراط المالتي ناشنال كامبانيز لا تكترف كثيرا ولا تهتم بالمعايير البيئية دوليا الأمر الآن مموت كما تفق يعني إجابة لسؤال حضرتك أن الأمم المتحدة ينبغي أن تزيد من التشديدات الكبيرة على كاف الدول العالم وتقوم بعمل تشريعات تلزم الشركات متعددة للجنسيات بالالتزام بالمعايير البيئية في أي دولة تستثمر فيها أو تقوم بها بعض المصف طيب دكتور مصطفى يوسف ودكتور كامل دومة كامل اسمحوا لي أن نتابع بعض الأراء حول الحق في العيش في بيئة النظيفة في الواقع وفي عالمنا العربي نتابع للأسف الشديد لا تتوفر البيئة الملائمة صحيا لي ولأسرتي وللأطفال تحديدا البيئة المحيطة مليئة بالقمامة بالقاذورات لا أستطيع أن أقول أن الجهات المختصة مقصرة وإنما قد يكون جانب الشعوب موضوع التلوث البيئي تقريبا في اليمن لما انعدم البترول تماما كنا زيرو اميشن وأصبح ما عد فيش أي كربون صادر المصانع موجودة في قلب العاصمة جنب المنازل جنب المستشفيات في الشوارع تعصلها ما بيش أكسجين حتى الأشجار من عدمه لهذا السبب لأنها المؤثرة للصحية وبيئية كما يقول الدولة لازم تدير مخطط سراتيجي باش تحارب هذا التلوث هذا باش تنحي هذا التلوث هذا والمواطن والمسؤولية ماشيقة المواطن تعدون المسؤولية ثانية المواطن هذه الشركات هدو يحمون أنفسهم أختي هذا يطرول والغاز هو عبارة عن مادة أختي لا ينفعوا الشعب نحن ما نفعونش بها فمتي تنفع الحكومة أختي لمدى البصر في الشوارع ودى نتيجة لأنه المواطن ذاته هو ما ما حريص أنه يكون يعني يكون ما واعي أو ما حريص أنه يكون يرمي الأوساخ في أماكن المحددة أعود لضيوفي مرة أخرى دكتور دومت وسيد مصطفى يوسف دكتور دومت تحدثت عن أنه من المفترض أن تكون هناك استراتيجيات ملزمة دعنا نتحدث بواقعية الآن هناك أكثر من خمسمائة موحدة أكثر من خمسمائة معاهدة لم يتم تنفيذ منها ولا شيء لم يرى البشر أو الإنسان خطوات متقدمة للحفاظ على البيئة ولا في شيء من سيلزم من سيقوم بهذه الاستراتيجية اسمح لي تفضل الوئة المتحدة الأمريكية التزمت التزمت باتفاقية باتفاقية باريس ووضعت ووضعت استراتيجيات من أحد استراتيجيات بالعالم واليوم واليوم عادت كل الشركات الأمريكية والدولة الأمريكية حطة شروط وضوابط كتير 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 مهمة من أجل تخفيض نسبة إنتاج سقط بالجو وقعدت إلى ما كانت عليه عام 2006 سيكون في عنا هذا الموضوع كتير مهم أنه هذه دولة بالعالم من أهم دول بالعالم التزمت أنا بدي أسأل وأين الدول الأخرى الملتزمت وعدد الدول العديدة أنا اليوم بدي أقول بريطانيا نسبتها 5% التلوث العالمي والويد المتحدة 11 أو 12 يعني بمعنى هالدولتين عندهم 17% التلوث بالعالم أين 83% من التلوث العالمي وإن إني ما حدا شايفهم متروكين ما في حدا طيب دعني أنقل هذا السؤال السيد ملزمي كما نفذت كما نفذت كما نفذت المتحدة الأمريكية نعم سيد مصطفى هذا هو السؤال الآن أين بقية الدول لماذا لا تلتزم كل الدول بالمعاهدات هل هناك معايير بين دولة وأخرى ربما حسب هذه الدولة على حسب نفوذها أم ماذا طبعا يعني الدول القوية لا يمكن إلزمها على كثير من المعاهدات ولكن يعني الصين والهند يشهمان بتلوث كبير في هذا الكوكب ولكن نظرا يعني تغول قطار العولمة أدى إلى أن تنتقل كثير من الشركات من الغرب من الولايات المتحدة وأوروبا الغربية يرصين والهند لرخص اليد العاملة وعدم الاهتمام بالمعايير البيئية فيتم غض الطرط عن هذا الأمر لكن دعني أضرب لك مثالا بسيطا عندك من تركيا تركيا يعني كانت في عهد كانعان إفرد أيام الانقلابات العسكرية وعن غياب الديمقراطية والشرفية ملوثة كبيرة جدا للبيئة منذ يعني في النهاية التسعينيات حينما تولى حزب العدالة والتنمية بلدية إسطنبول ومن بعدها رئاسة الحكومة في 2002 بدأت إسطنبول تعتمد على الطاقة النظيفة والبديلة لماذا؟ الديمقراطية والتنمية يعني سنوان يسيران جنبا إلى جنب حينما تهتم بالديمقراطية ورطاهية الشعوب والحفاظ على البيئة وصحة الناس يكون يعني ذلك هم للحكومة يودون يعود أن تخبها سيد مصطفي دعني أستفسر منك أيضا من هذه النقطة يعني كما ذكرت أن الدول الصناعية الكبرى ما زالت تماطل وتؤجل الحلول كي لا تقلص طبعا أرباحها الآن وصل الأمر لإنشاء المصانع التي بها نفايات ربما ملوثة للبيئة في الدول النامية لرخص الأيدي العاملة كما ذكرت إذن ما هو العلاج العلاج هي تشريعات صارمة على الكوكب كله من الأمم المتحدة وتشريعات أشد صرامة على الشركات متعددة الجنسيات لأن تحترم المعايير البيئية لأن حينما يذوب يعني الجليد نتيجة ضرورة الهتمام الحراري في المحيط المتجمد الشمالي والقرى القطبية الجنوبية ستتضرر كل قرارات العالم هناك أناس لا يعنون ولا يعبؤون مطلقا بما سيحدث للأجيال القادمة كلا لعشرون أو ثلاثون عاما لابد نعم وضحت هذا المطأ سيد مصطفى دعني أنتقل لدكتور دومت دكتور دومت يعني رميت باللوم أيضا على الإنسان على سلوك البشر في نشر التلوث البيئي يعني مقدار التلوث الذي يحدثه البشر لا يستهام به ربما هناك مقولة تقول أيضا أن البشر حتى لو انتقلوا إلى المريخ سيلوثه ما الذي من المفترض أن يقوم به أيضا أو يتغير السلوك البشر بأي شكل اليوم إذا أخذنا الولايات المتحدة الأمريكية أوروبا روسيا الدول العربية منهم السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر وهذه الستراتيجيات اللي عملت وستراتيجيات اللي عم يشتغلوا عليها بكل تأكيد هذه المواضيع بيئية صارت بإمتياز هالدول يلي يلي دخلت دخلت من البيب الواسع حماية البيئة وأخذنا بالمقابل الهند والصين والمشتاقاتها اليوم واتبعنا نشوف أنه نيودال هي أكبر مدينة بالعالم بتشهد أكبر تلوث بالعالم ومن عمل خطة مواجهة نحن ليه هالدول في دول اليوم هي ملوثة أشد التلوث وفي دول وفي دول حطة استراتيجيات تركية السعودية الإمارات قطر الويت المتحدة الاتحاد الأوروبي وهالدول هذي اللي حطوا استراتيجيات العشرين ثلاثين وريحين وريحين من أهم استراتيجيات بالعالم نحن لاي ما بيكون في توحد للدول الأخرى يلي عم بتلوث بالتلوث الخطير ويشتغلوا عليها يعني أنت تعني فاخر لأننا إذا حطت الممتقى العربية كلنا سفر تلوث أكيد أكيد اليوم تركية خلنا نحكي عن شأن التركي شأن التركي اليوم صارت بلد مميز الإمارات السعودية قطر هالدول وملكة نقطة أيضا إضافية يا دكتور دومت وأنت تعمل في هذا المجال ما الدور الذي من الممكن أيضا أن تقوم به الجمعيات البيئية والنشطاء خصوصا أنه في هذه الفترة أصبح لها نفوذ كبير اليوم تنسيم أسمعين علماء البيئة بيطلعوا بنظرة علمية الجمعيات البيئية بنفس الوقت عندها هاد أهداف ولكن ولكن بعد اليوم بعد اليوم ما صار ما وصلوا ما وصلوا الأهداف المطلوبة اليوم استراتيجيات وقت بيكون عندنا استراتيجيات موحدة عالمية ما منقدر نتخطاها ولكن اليوم ما بفوتوا على بلد ما عنده استراتيجية بيئية نهائيا كل حدا بيشتغل على زوءه وبيوصله أنا بدي أعطيك مثال بسيط أنا بيدعي وسائل عليهم كلها تجي على منطقة فتوح كسروان يلي صارت من أهم مناطق بيئية بالعالم من خلال أبناء اللي حافظوا عليها ونحن كعزب بيئة عالمي موجود تتعامل معهم نحن وصلنا لمرحلة من أنضف مناطق بيئية بالعالم يتفضلوا سهلي كتير تدريب الشعوب تدريب هالناس كيف بيشتغلوا كيف ما بيلوسوا اليوم وضح الدكتور دورة يتبلش الطفل لما يكبه على الطريق هذه الأمور كتير مهمة أنا بديع وسائل عليهم كلها تجي على منطقة فتوح كسروان وتشوف منطقة مدنية مدنية عملت أحدى استراتيجي اسمح لي أنا أنتقل للغطاء السيد مصطفى أنه أحدى سخيبيت أهم نعم سيد مصطفى أيضا نريد أن أثير معك نقطة أخرى بعد أن تحدثت عن أن هناك دول تنشئ مصانع في الدول النامية لا بل تخطى الأمر هذا وأصبحت هناك دول تدفن نفاياتها النووية والكيميائية في تلك الدول النامية هنا على من نرمي باللوم على تلك الدول الفاعلة أم على الحكومات الفاسدة في تلك الدول على الاثنين الفساد يعني هناك من يدفع هناك من يقبض كلهما فاسد وكلهما يعني ينبغي أن يجرم هذه تشريعات لابد أن يعني تأخذ يعني من الأهمية بمكان لأن هذه جريمة كبرى في حق يعني الكائنات كلها ليس الإنسان فقط بل هناك إيذاء حقيقي للحيوان وللنبات وللجو وللأجيال القادمة هناك أمر مهم أشار له الضيخ الكريم هي العملية التوعوية التعليم الإعلام كل هذه الأمور ينبغي أن تعلي من قيمة يعني البيئة ثم ينفق بشكل كبير على البحوة العباحة العلمية التي لتطاقة نظيفة ولكن يا سيد مصطفى لا يوجد التزام الآن أكثر من مئة وتسعين دولة وقعت على اتفاق باريس للمناخ مرت عليها خمس سنوات لم تكن هناك نتائج على أرض الواقع إلى الآن لأنه لا توجد إرادة سياسية حقيقية يعني نجد أن الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن تشدد وبشدة أن لا ينضم أحد للنادي النووي وتلزم العالم كله حينما توجد يعني شبه معلومة أن هناك دولة احتمال تتملك سلاحة نووية تقوم الدنيا ولا تقعد لماذا لا يتم التشديد لو هناك إرادة سياسية حقيقية على الاهتمام بالبيئة يعني يتم الاهتمام بعدم انتشار السلاح النووي لكن لا توجد إرادة سياسية لأن المستفيد الأطبار هما الملاك الكبار للشركات الكبيرة أشكرك جزيل الشكر سيد مصطفى يوسف كنت معنا من تورنتو الكندية مدير المركز الدولي للدراسات التنموية والاستراتيجية كما أشكر أيضا من بيروت رئيس حزب البيئة العالمي الدكتور دومة كامل وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من سلسلة حلقات من حق دمتم في حفظ الله إلى ترجمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر